سيناريو مستشفى الشفاء يتكرر في غزة وإعلام إسرائيلي يتحدث عن صفقة قريبة لتبادل المحتجزين بعدما عاش العالم أياما صعبة وهو يتابع الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الشفاء في غزة واللحظات المرعبة التي عاشها المرضى والنازحين وحتى الأطباء الموجودين بالمستشفى نجد أنفسنا اليوم في مواجهة سيناريو شابيه ينظر بكارثة إنسانية جديدة في المستشفى الإندونيسي الهجوم على مجمع الشفاء بدأ بمحاصرة الذبابات الإسرائيلية له من جميع الاتجاهات وهو ما يتكرر حاليا بالمستشفى الإندونيسي الذي يأوى آلاف النازحين والمرضى بالإضافة إلى الأطقم الطبية العاملة فيه حيث تستهدف قوات الاحتلال المستشفى بالطائرات المسيرة بينما يقوم القناسة بإطلاق النار على كل من يتحرك بداخله القصف الإسرائيلي للمستشفى استهدف عدة نقاط منها طابق عيادات الجراحات وهو ما أسفر عن تدمير الأجهزة الطبية وسقوط عدد من القتلى بينهم مرضى كانوا يتلقون العلاج بداخله في حين قامت الإدارة بإخلاء ساحة المستشفى ونقلت النازحين إلى داخل الأبنية لتجنب سقوط مزيد من الضحايا استهدف قوات الاحتلال المراكز الطبية والذي أصبح يعرف إعلاميا باسم حرب المستشفيات تزامن مع تقارير في الإعلام الإسرائيلي عن موافقة تل أبيب على صفقة لتبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية بينما أشرت تقارير أخرى إلى أن جيش الاحتلال يسرح الألاف من جنوده ليعود إلى سوق العمل في ظل خسائر اقتصادية تقدر بأكثر من ملياري دولار شهريا جرأ الحرب في غزة ورغم الحديث المتواصل عن الهدنة إلى أن القصف الإسرائيلي على غزة لم يهدأ ولم يتوقف لحظة واحدة حيث استهدفت الطائرات الحربية منزلا في مخيم النصيرات أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين كان أغلبهم من الأطفال والنساء ترجمة نانسي قنقر